اشتركوا في القناة ونزال في باب التوبة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى أورد رحمه الله حديث عمران ابن الحسين الخزاعي رضي الله عنه أن رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبل من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي فدعى نبي الله صلى الله عليه وسلم ووليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل ما أمر به نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل مدينة لا واسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل وهو مسلم هذا الحديث العظيم فيه بيان أن الزنا في شريعة الإسلام يعد جريمة عظيمة وفعل شنعا قبيحة ويترتب عليه من المفاسد والأضرار الشيء الكثير وإذا كان الزنا من امرأة ثيب قد أحسنت فإنه أشد ولهذا كانت عقوبته في شرع الله سبحانه وتعالى للمرأة المحصنة أن ترجم أن ترجم وهذا الرجم الذي يكون لمن كانت هذه حاله هو حالها هذا يكون جزاء من جنس العمل لأن الزاني أو الزانية يتلذت جميع بدنه بهذه المعصية والدمب المحرم فاستحق أن ينال العذاب جميع بدنه أن ينال جميع بدني بقدر ما نال من اللذة وهذا الرجم الذي يكون لالزاني المحصن كذلك الزانية المحصنة هذا الرجم المراد به أمران الأول أنه جابر ومطهر لمن وقع منه هذا فإذا قيمت عليه العقوبة طهرت ومحصته بإذن الله سبحانه وتعالى وفي الوقت نفسه زاجر للآخرين حتى يعلموا أن هذا عقوبة هذا العمل فيكون في ذلك زجر وردع للآخرين قصة هذه المرأة من جهينة قصة عجيبة تابت إلى الله توبة صادقة وحست بهذا الذنب وأرادت أن تطهر نفسها فأتت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت أصبت حدا فأقمه عليه قولها أصبت حدا أي أصبت ذنبا أستحق به الحد أي أن يقام علي الحد فأقمه عليه طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليها الحد فدعى النبي عليه الصلاة والسلام وليها وقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها أي إذا وضعت هذا الحمل الذي كان الذي تحمله قال فأتني بها ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أي لما أتي بها إليه أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها وهذا فيه مراعاة سترها وهلا ينكشف شيء من بدنها عندما ترجم ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليها فتعجب عمر والخطاب رضي الله عنه وقال تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت يقول ذلك متسائلا متعجبا فبين النبي عليه الصلاة والسلام حال هذه المرأة فقال صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لو وسعتهم أي أن هذه التوبة العظيمة التي ملأت قلب هذه المرأة وكانت صادقة بها مع الله سبحانه وتعالى وأرادت تطهير نفسها من هذا الجرم العظيم والدمب الوخيم قال لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لو وسعتهم يعني لو قسمت هذه التوبة بين سبعين شخص مذنب لكفتهم هذه التوبة في تمحيصهم وقبول توبتهم لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لو وسعتهم وهذا نستفيد من فائدة عظيمة جدا ألا وهي أن الناس يتفاوتون في التوبة فليس قدر التوبة أو حجمها في الناس واحد بل توبة أقوى من توبة والناس يتفاوتون في التوبة من الناس من تكون توبة عظيمة وقوية مثل هذه المرأة لو قسمت توبتها بين سبعين لا وسعتهم ومن الناس من تكون توبته دون ذلك بكثير وهذا الحديث في فضل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وأهميتها وأهمية أن يكون العبد صادقا مع الله سبحانه وتعالى في توبته وأن من تاب تاب الله عليه وأن من تاب تاب الله عليه فهو جل وعلا يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات وهو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سقال أبوتي بقى الله سبعه وتعالى ربس المستعالم أكبر سألتك أكبر سألتك أكبر سألتك سألتك باب التوبة باب yang kedua sampai kepada حدث yang ke-22 يتو حدث حدث عمران بن الحسين الخزائي رضي الله عنهم سألتك 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 أكبر سألتك 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 أكبر سألتك 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 بنفسك سألتك 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 Dia merasakan sakit. Yaitu dengan cara dirajam. Dengan cara dirajam. Dan hukuman rajam ini. Di dalam agama kita ini memiliki dua maksud. Memiliki dua maksud. Ada dua hikmah. Yang pertama adalah untuk tathir. Untuk membersihkan. Membersihkan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Jadi apabila sudah ditegakkan hukuman rajam. Bagi orang yang berzina. Dan dia sudah pernah menikah. Maka diharapkan ini adalah merupakan kafarah. Yang merupakan pembersihan bagi dosa. Bagi dosa dia. Kemudian hikmah yang kedua adalah sebagai peringatan. Sebagai peringatan. Bagi kaum muslimin yang lain. Bahwasannya akibat dari dosa ini adalah fatal. Apabila seseorang melakukan dosa zina ini. Selain kerusakan yang terjadi. Apabila dia termasuk orang yang sudah menikah. Maka hukumannya adalah dirajam. Para pendengar yang dimilihkan oleh Allah SWT. Di dalam hadis ini adalah. Kisah yang sangat menajubkan. Dari seorang wanita. Yang bertobat. Kepada Allah SWT. Dari dosa zina. Dan dia merasa bahwasannya. Dirinya sudah berbuat dosa yang sangat besar. Yaitu perbuatan zina. Dan dia ingin. Dengan niat yang sadiqah. Niat yang jujur. Supaya Allah SWT membersihkan dirinya. Akhirnya dengan tulus hati. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Menyerahkan dirinya. Dan mengatakan bahwasannya. Saya. Telah melakukan sebuah dosa. Yang dengan dosa itu. Saya berhak untuk mendapatkan. Hukuman. Ya. Ini adalah. Di dalam kisah ini. Ya ada beberapa faedah. Di antaranya. Yang pertama adalah. Bahwasannya manusia. Ini berbeda-beda dalam. Kualitas taubatnya. Ada di antara mereka. Yang taubatnya itu sangat besar. Ya sangat agung. Dan sangat kuat. Seperti yang dilakukan oleh. Wanita yang. Datang kepada Rasulullah SAW. Di dalam hadis ini. Ya beliau SAW. Menerangkan kepada. Umar Ibn Al-Khattab. Bahasanya wanita ini. Telah memiliki taubat. Telah bertaubat kepada Allah SWT. Yang seandainya taubat ini. Dibagikan. Ya kepada. 70 orang. Yang berdosa. Di antara penduduk Medina. Nisaya taubat ini. Akan cukup bagi mereka. Untuk menghilangkan dosa-dosa mereka. Ini menunjukkan kepada kita. Bagaimana. Besarnya. Ya taubat yang dilakukan oleh. Wanita dari. Juhainah ini tadi. Kemudian. Faedah yang kedua. Pentingnya bertaubat. Pentingnya bertaubat. Dan bahwasannya. Seorang muslim. Yang melakukan. Sebuah dosa. Bagaimanapun besarnya. Apabila dia bertaubat. Kepada Allah SWT. Maka. InsyaAllah Allah SWT. Akan. Menerima taubatnya. Dan. Mengampuni dia. Menerima taubatnya. ترجمة نانسي قنقر